تونس سيسمير صحيح مع مياشي أول تجربة لها مع الإرهاب ولكن تونس لأول مرة تعيش تحدي استراتيجي على المستوى الأمن عشنا في تن وحروب ومعارك ببان الاستقلال نعرفوها عشنا سليمان عشنا 26 جانفي عشنا ثورة الخبز عشنا تحديات أمنية كبيرة ولكن التوانس اليوم يستشعروا أنه فم تحدي استراتيجي وهذا جديد تحدي استراتيجي وأن الإرهاب تمركز في تونس لماذا الاستشعار هذا؟ لماذا؟ لأن اليوم عنا زوز عناصر أساسية ما كانتش موجودة أولا البنية الأساسية للإرهاب تمركزت في تونس والبنية الأساسية للإرهاب ما تمركز بيس خليني أنه أنا مش نفسر لك لا يتفضل والله يتقول شيء ما في الجامعة ما أسألتك ما أسألتني تمركزها تمركز البنية الأساسية للإرهاب هو المجموعات البشرية اللي مش تقوم بالعملية هذه موجودة ولا مش موجودة اثنين السلاح موجود ولا مش موجود السلاح قاعد يتكدس ولا مش قاعد يتكدس التدريب موجود ولا مش موجود الإيرادة موجودة ولا مش موجودة التكثير اللي تنطلق منه عملية القتل موجود ولا مش موجود هذا السلاحبيب اللي نسميه البنية الأساسية للإرهاب وراء البنية الأساسية للإرهاب هذية هناك مناخ سياسي حذرتك في كلام اللي تقول فيه بكري هو يعد المناخ السياسي لكي تتمكنها البنية هذية من أنها تمارس الإرهاب ثم تحدي وعلينا أن نواجهوا التحدي هدايا بمخطط وخطة استراتيجية الشاملة تشمل الثقافي تشمل الدوعة وتشمل التكوين وتشمل الأمن اليوم فما سؤال حقيقي وواضح هو اللي يتبين منه الخط الأبيض من الخط الأسود اليوم كل الناس اللي يعرفوا المسائل للإرهاب هذه ومكفحة الإرهاب يطرحوا السؤال هذية هل أنتم مع مسألة تصنيف المنظمات الإرهابية إذا كان فما إرهاب إذا كان فما بنية تحتية للإرهاب إذا كان فما تحدي للإرهاب فنحن لا نحارب أشباح ولن نقبل أن يتم الدفع بنا لكي نحارب أشباح الحرب ضد الإرهاب تحتاج أولاً سواء كانت أمنية أو غير أمنية سياسية أمنية ثقافية تحتاج إلى مسألة واضحة أن نصنف المنظمات الإرهابية ما هي المنظمات والجماعات التي تمارس الإرهاب هكذا يتبين الخط الأبيض من الخط الأسود ما معنى هذا يتبين الخط الأبيض من الخط الأسود يعني أن التعامل السياسي يصبح واضح مع المجموعات هذه اليوم إذا كان جماعة أنصار الشريعة يتم تصنيفهم ولابد أن يكون هذا على معايير بطبيعة الحال الأمنية معايير حقيقية أن يتم تصنيفهم مع ذمن منظمات الإرهابية يعني هذا أن الحزاب السياسي أن القواء الدعاة أن كل الفاعلين في المجتمع التونسي لا يتعاملون مع هذه المنظمات هل أنتم هذا هو السؤال الخطير اليوم حتى على طويلة الحوار الوطني وكنت أتمنى اليوم أن أسمع في طويلة الحوار الوطني هذا المطلب الأساسي هل ستقبلون بتصنيف الجماعات الإرهابية لأنه بدون هذا التصنيف سنبقى نخوذ حرباً ضد الأشباح وحرباً ضد الأشباح تنتصر فيها دائماً الأشباح سنبقى نخوذ حرباً سنبقى نخوذ حرباً سنبقى نخوذ حرباً ATS